يتم التقاط صور أليف للأعمال الإعلانية أليف سعيدة جدا أن تعتقد أنها خطوة واحدة أقرب إلى والدتها من ناحية أخرى تضع رنى خططا جديدة لطارق لفصل حميرة يبدأ العمل للحملة التي سيكون فيها أليف هو الوجه الإعلاني تصبح أليف أكثر حماسا عندما تعتقد أن والدتها ستتمكن من رؤية الصور أثناء التقاط الصور بينما تحلم أليف باللحظة التي تلتقي فيها بوالدتها وتحاول أن تكون سعيدة تعيش ملك على أمل اليوم الذي ستجد فيه ابنتها من ناحية أخرى تكتشف رنى أن طارق ترك هاتفه في القصر ويضع خططا مع جيم نتيجة لهذه الخطة تنهار حميرا وتأخذ أنفاسها بجانب رنى هل ستتمكن رنى من الحصول على ما تريد في نهاية هذه اللعبة التي صنعتها؟ يزعج طارق كثيرا أن يقوم كيرن بأعمال تجارية بمفرده ويختار أليف كوجه إعلاني تشعر أليف بالحماس الشديد عندما تكتشف أنه سيتم نشر صورها في كل مكان يتفاعل طارق بقسوة شديدة عندما يكتشف أن أليف ستكون وجه الإعلان صدمت كيرن من رد الفعل المفاجئ هذا الذي لن تتوقع وطلبت من طارق الحصول على حساد عندما يأتي طارق إلى القصر يخرج غضبه تجاه كيرن من فيلدان من ناحية أخرى يقول فيلدان إنه كان يتصل باستمرار لتقديم الأخبار لكنه لم يتمكن من الوصول إليها من ناحية أخرى أليف متحمس جدا للمشاركة في مشروع الأحذية عندما علمت أليف أن صورها ستمشر على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء تركيا تعتقد أن والدتها ستشاهد إحدى تلك الصور وسوف تتحقق أحلام أليف هذه تسبب هيمنة كيرن في الشركة في غضب طارق بشدة بين الانحطاط والفجر تبدأ الرياح الباردة في النف عندما أحضر كيرن أسفرريا أليفا إلى المخزن للعمل لم يستطع ملك رؤية ابنته طارق غير مدرك أنه تم اختيار ألف للمشروع يحاول فيلدان إخبار طارق أن أليفا ستكون وجه الحملة لكنه لا يستطيع الوصول إليها بينما يرى تار أوشك أن الأحداث تتطور في الشركة فإنه يشحث ضد كيرن معتقدا أنه فقد هيمنته من ناحية أخرى فجر الفجر لجوليدي الذي لم يأتي إلى الاجتماع من ناحية أخرى تتحرك الشعلة لجذب انتباه الفجر يقوم شفق الذي يذهب إلى المتجر لتحدث إلى جوليدي بخطوة تزعج جوليدي وتغادر المتجر ماذا ستفعل جوليدي إذا لم تتح لها الفرصة لإخبار شفق لماذا لم تستطع القدوم؟ يذهب الملاك إلى القصر للعمل من ناحية أخرى أصبحت أليف وجه العلامة التجارية لمشروع كيرن ويل أليف ومليك الذين كانوا تحت سقف واحد لأول مرة منذ شهور يجتمع يأتي الملاك إلى القصر للعمل ودعم جوليدي إنه غير مدرك أن ميلك طارق الذي كان قريبا جدا من ابنته لأول مرة منذ شهور يعيش أيضا في هذا القصر من ناحية أخرى ينزعج فيسل وتولايا لأن ميلك ذاهب إلى القصر من ناحية أخرى يطور كريم وسفرريا عملهما المتعلقة بمشروع أحذية الأطفال الذي بدأوه للتود كاريم الذي يريد العمل مع أليف كوجه شاشة لهذا المشروع يخبر أليف بأذكاره فوجئت بهذا العرض الذي لن تتوقعه أبدا أصبحت أليف متحمسة للغاية وتقبله عندئذ يستعد كيرم وسفرريا لنقل أليف إلى الشركة لكن حادثا صغيرا يمنعهما ويل أنجل وأليف الذين يقفون تحت سقف واحد تكون قادرة على تلبية حميرا لا ترفع عينيها عنه لأنها تعتقد أن طارق يخونها حميرة التي تزداد ثقتها في شكوكها تتبع كل خطوة يخطوها طارق من ناحية أخرى فإن فكرة عمل ميلك في القصر لا تختارق جوليدي حقا يخبر أنجل أن يفكر ماليا ولا يتخذ قرارات متسرعة يحاول تير ميليو في السل أيضا ثانيه عن طريق التفكير في أن هذه الوظيفة قد تكون خطيرة على ملك يقرر الملاك العمل في القصر ويبلغ فيلدان بقراره بينما كان الملاك في طريقه إلى القصر تشعر أليف بالفضول الشديد بشأن المساعد الجديد القادم هل الملاك الذي كان يتوق إلاد من منذ شهور تكون قادرة على لم شملها مع ابنته هذه المرة؟ تحقق رانا هدفها وتمكنت من تشتيت انتباه حميرة من ناحية أخرى أخبر فيلدان جوليدي أن القصر يبحث عن موظف هل سيتمكن الملاك الذي يطمح إلى هذه الوظيفة أخيرا من مقابلة ابنته؟ تأتيرنا إلى القصر متسائلة عما حدث بين تاردي سمبرا وهميرا وتحاول الحصول على كلمات من حميرة في حين أن العمل في مشروع كيرن على قدم وساق فإن طارق يقلل من شأن هذا العمل ويحاول وضع العقبات حتى لا يحدث في القصر يبقى كل العمل في فيلدان عندما يأخذ يلدس إجازة رؤية هذا يشير ماسيد إلى أنه من الضروري الحصول على مساعد جديد فيلدان يأخذ أيضا عرضا لأخيه جوليدي لموظف جديد يقول ملت الذي شهد محادثات فيلدان وجوليدي إنه يمكنه العمل في القصر كيف سترد جوليدي على طلب الملاك هذا؟ تؤدي رنى إلى أزمة جديدة بين طارق ديسمبر وهميرة نظرا لأن ابنتها مستاءة فإن ماسيد مصمم على الكشف عن وجه طارق الحقيقي رنى التي تريد قطع العلاقة بين طارق وهميرة تتفذ إجراءات وتلصق سترة طارق بعطر نسائي تفاجأ حميرا التي تشعر برائحة العطر على سترة طارق بما يجب القيام به معتقدا أن زوجها يخونها تبدأ حميرا في مشاهدة تحركاته من ناحية أخرى فإن حالة حميرة الحزينة لا تفلت من عيون ماسيد بمعرفة من هو الشخص الذي أسعج ابنتها تطلب ماسيد من مساعدها مصطفى اتباع طارق هل سيتمكن ماسيد من الكشف عن الوجه الحقيقي لطارق الذي يخدعه هو وعائلته لسنوات؟ صدم كيرم بطلب أخته يضطر كيرم إلى مطالبة أخته بالتخلي عن هذه الوظيفة عندما يكون على وشك تحقيق المشروع الذي كان يحلم به منذ سنوات وماذا سيكون قرار كيرم؟ تتوقف دون عن قمع مشاعرها تجاه جوليدي وتقترب منها من ناحية أخرى تبدأ جوليدي في الكشف عن مشاعرها له بفضل سلوك شفق لكن ليمان الذي لم يحب جوليدي أبدا ينوي الزواج من ابنه لشخص آخر من ناحية أخرى يتفاجأ كيرم بما يجب فعله عندما تطلب منه أخته تخلي عن المشروع يبدأ كيرم الذي طلب منه إنهاء المشروع الذي كان يحلم به منذ سنوات في التحقيق في السبب وراء ذلك انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات